بيسعدنا أن نلتقي ببطلة الفيلم النجمة المتقلقة دلالة عبدالعزيز أهلا بكي معنا في تاكسيسة أهلا بكي وأهلا بالسادة المشاهدين إحنا في البداية بنقول أنه الفنانة دلالة عبدالعزيز قدمت لنا العديد والعديد من الأدوار الجميلة والمتميزة والمتنوعة وبالتأكيد دورك في مبروك وبولبل مختلف عن كل الأدوار اللي قدمتها عايزة أعرف إيه لما قريتي السيناريو إيه اللي حستي أولا أنا سعيدة جدا بفيلم مبروك وبولبل لأنه فيه تلت عناصر أنا كسبتهم في الفيلم ده دكتورة لميس جابر لأول مرة بتعمل فيلم سيناريو فيلم قدمته هي زوجت طبعا الفنان يحيى الفخراني مرات يحيى الفخراني وبعدين العمل مع يحيى الفخراني أنا بتفائل بالعمل معاه وبعدين سندرا نشأت لأول مرة إخراجها الفيلم فالدكتورة لميس أول ما كلمتني هي ويحيى الفخراني رحت عندهم البيت وهي اللي قعدت قريتلي السيناريو أنا وسندرا ويحيى قريت هلنا أنا بقيت قعدها لها عاملة كده زي التلميذة اللي هي أنا مش مصدقة أني لميس اللي كتب السيناريو المحبوك ده بالرغم أنه أول مرة وناعم ورئيق وحدوتة جميلة والشخصيات كلها مرسومة حلوة يعني حتى اللي كان بيطلع يعمل مشهد بيعلم في الفيلم ففكرة الفيلم نفسها لذيذة جدا وفيها يعني الدراما بنوعينها يعني التراجيديا والكوميدي التراجيديا بيجمع الفيلم بين كده فده الجميل فيه طبعا يحيى الفخراني قام بدوره هو ممثل جميل وعظيم يعني فالدور صعب لأنه ده بالنسبالك أنك تتعاملي مع شخص أو شاب المفروض أنه معاقز هنايا وهو اللي بيقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني هو المفروض توقف النمو العقلي له عند سن 9 سنين وهو جسم راجل وشكل راجل وبنيان راجل لكن تصرفاته العقل مش غير اللي يحيى الحقيقة عمله بشكل جديد يعني مش عمله اللي هو المتخلف عقليا ده مش الشكل التقليدي بتاع المتخلفين اللي هم قبل كده فيه ممثلين كتير قاموا بنفس الدور بس بشكل تاني خالص يحيى عمله طبيعي جدا يعني هو مش طبيعي يعني أنه هو يعني هو بيوصلنا لدرجة تقمس يعني تقول أنك إيه طبيعي ده دي طبيعتك فالفيلم فكرته حلوة وبعدين أهم حاجة في فكرة الفيلم عجبتني إن إحنا بنقول إن الأطفال مهمين جداً الطفولة مهمة جداً لأن الطفل لما بينجزب لبني آدم معين بيبقى البني آدم ده طيب دي حاسة الطفل الحقيقية يعني فهو عشان كده مبروك في الفيلم اللي هو يحيى الفخراني ما بينجزبش إلا لحد أمه إنها ستة كويسة جداً فبيحبها وتعلقوا بيها الطفل بالأم وبأخته اللي هي بتمثل أمه بعد ما ماتت وببلبل اللي هي اللي كانت زمان صديقة له وهي طفلة صغيرة فكانت هي أقرب واحدة لي فشوف يفضل متعلق بيها يعني حتى وسندرا الحقيقة بروزت الأدوار كلها والفيلم بشكل جميل جداً وشكلها يبشر بالخير يعني إحنا كسبنا مخرجة جديدة طبعاً قلت المخرجة الجديدة صندرا نشأت ومخرجة بتعمل لأول مرة كل الحاجات دي ما خلتكيش تترددي إنك تقبالي تتعاملي مع مخرجة بتخرج لأول مرة فيلم رواقي طويل لا طبعاً لأن هي من أول مرة شفتها وقعدت معاها في السيناريو لقيت كل ملحوظاتها وكل توجيهات اللي كانت بتقولها ورسم الشخصية حتى طريقة اللبس اتفقنا مع بعض واخترنا الفساتين مع بعض وليكنت الأول مرة بعمل در فتاة ليل فلقيت ملحوظاتها دقيقة جداً بتتقبليها بصدر راحب؟ بتتقبليها لأنها شكلها واضح إن هي متمكنة من أدواتها ووثقة من نفسها فلازم الواحد يسأل ده كان معنا كمان كبير مدير التصفير الأستاذ محسن نصر وده برضو من أهم العناصر من أهم عناصر نجاح الفيلم الحقيقة أستاذ محسن نصر طبعاً عمل صورة جميلة جميلة ساعدت سندرا طبعاً كتير في الشغل وطبعاً هو طبعاً بالاتفاق بينها وبين الأستاذ محسن نصر فكانت كل العناصر حقيقي قامت بدورها بشكل جيد جداً الحقيقة هو دور فتاة الليل اتقدم كتير جداً في السينما المصرية عايزة أعرف لما جاتي تقدمي الدور ده حسيت أنك لازم تختلف عن أسلوب الأداء اللي شفتي قبل كده من خلال طبعاً فنانات كتير جداً أقدموه لكن عايزة أعرف أنت عملتيه إزاي؟ هو الحقيقة مكتوب بشكل جديد برضو يعني الممثل بينفذ زي ما بنقول بالبلد بيشخص بيشخص الورق فالدكتورة لميز كتبة الدور بشكل لذيذ يعني بشكل جديد مش اللي هي بقى أم سجارة والبانة وحسنة والحاجات دي لأ هي عملتها لأن هي البنت طبيعتها أساساً ما هياش أخلاقها وحش يعني هي جواها طبيعتها بنت الريف السازجة الطيبة اللي الظروف هي اللي اضطرتها والظروفها الاجتماعية وظروفها الاقتصادية هي اللي خلتها تتجه للطريق ده فدكتورة لميز كانت كتبة بشكل جديد وساندرا حابت تقدمه برضو بشكل جديد وفي نفس الوقت أنا مقدرش أعيد صورة مكررة أبقى صورة مكررة من فنانات كبار طبعا أقدموه بشكل جميل يعني في كتير ومثلات كتير طبعا أقدموه أسادزة فيه يعني إنما حبيت أنا على قد مقدر يعني إن أنا أقدم الدور بشكل جديد خالص هو برضو التعامل مع المفروض أنه طفل بس في شكل رجل طفل معاقز هنيا أو رجل معاقز هنيا فمتهيأ لي ده برضو خلاكي أنك لازم تدرسي الموضوع ده من ناحية بقى من ناحية الإعاقة وإزاي التعامل معاه هل فعلا اقتردتي من هذا العالم بشكل عملي؟ آه أنا عملت برضو دور قبل كده مع الصم والبقم كنت عاملة خرصة فكانت فيها نفس السكة بس دي عملتها بعد مبروك وبولبل إنما بالنسبة لمبروك وبولبل الحقيقة كانت دكتورة لميس مستوفية وهي عشان طبيبة برضو فهي كانت عاملة شخصية صح من الناحية العلمية ومن الناحية الجمهور العادي ما في حاجات شخصيات بص تلاقي الناس العاديين شايفين ده نفهم إن ده متخلف عقليا أو ده معاق بشكل فهي عملاها من الناحيتين يعني درسها صح من الشكل الجماهيري العادي ابن الشارع يعرفه والشكل العلمي وضوع الفيلم عن البعض اللي هما ممكن يكون لهم احتياجات خاصة وممكن المجتمع بيتعامل معهم بشكل سلبي هل قدر نقول إن الفيلم قدر يوجه انتباه الناس إن هؤلاء الناس أو هؤلاء الشباب أو الأطفال لابد من التعامل معهم بشكل مختلف بدليل إن بولبل لما عملته بصدق وبحب اديته حاجات كتير وهو حس بنفسه وعلمته إن البني آدم لازم هو اللي يشتغل ويعمل شيء يبقى له قيمة رغم إنه تخلفه العقلي ورغم قلة النمو العقلي عنده إنما هو التجاوب فده دليل على إن البني آدم النظيف ما بيتحط في أي ظروف بيفضل نظيفه أو بيظهر أحسن ما فيه أيوة فبتبقى هو عشان عايز يحتفظ ببلبل فكان بيراضيها بأي شكل وهو مش فاهم يعني حتى فيه جزء كوميدي أو إن هي تجوزته عشان تداري موقفها السوق سلوكها يعني فعشان تبقى معها زوج في البيت وتبتدي هي تعيش حياتها الخاطئة يعني فهو برضو يعني وافق ما هو مش فاهم لكن أول ما هي لقيت فيه برضو الصدق أو لقيت الحب وحاست إن هي بتنضف فهي نفسها تخلت عن المهنة بتاعتها دي وثابت مهنة فتاة الليل والجودة هي نفسها إرفت أقول حاجة كمان عشان يعني أكمل أوجه الشكر لأبين قد إيه الزملاء الفنانين لما يكونوا بيحبوا بعض بيحاولوا يساعدوا بعض بأي شكل ما نساش الأستاذ أحمد زكي فنان العظيم إن هو بصوته قال هعمل أنا التريلر بتاع الإعلام بتاع الفيلم فلو كنت تفتكري للتريلر بتاع الفيلم فهو عمله قال عشان أنا بحب يحب خراني قوي وبحب دلال عبدالز عشان بلديتي هو مزأزي فقال أنا عشان خطرهم والفيلم عجبوا فعلا فقال أنا عايز يعني أعمل أي حاجة في الفيلم ده لا وفعلا صوت أحمد زكي كان له بردو تأثير فبرضو أنا بشكره يعني طبعا بردو يعني أنا عايزة في كلمة أخيرة خاصة بقى باتحاد الإزاعة والتلفزيون الفيلم ده من إنتاج اتحاد الإزاعة والتلفزيون فتقول لنا الفرق بين المنتج الخاص ولما اتحاد الإزاعة والتلفزيون ينتج أنا طبعا سعيدة جدا بكم الأفلام الهائل اللي دلوقتي بقى اتحاد الإزاعة والتلفزيون بيتولى إنتاجها وياريته يكتر منها لأنها بتبقى على مستوى عالي إمكانيات أولا المنتج الخاص ما بقاش يقدر ينفذ الشكل الإنتاجي ده بس بردو عشان يعني ما نظلمش حق يحيى الفخراني كان هو منتج منفذ للفيلم وهو فنان فكل العناصر بقى اتحاد الإزاعة والتلفزيون وكمان المنتج المنفذ فنان وبقى هو صاحب الفيلم ومراته يعني هو واخد الفيلم عائلي وازملته فده شيء جميل وأنا يعني بتمنى أن اتحاد الإزاعة والتلفزيون يعمل أفلام أكتر وأكتر وطبعا مستمر وإن شاء الله نشوف أعمال متميزة وتكون فيها برضو دلالة عبدالعزيز إن شاء الله وشكرا على هذا اللقاء مرسي ستي جوفنا الأعزاء جوف تاكسي الصهرة والآن نتوجه إلى داخل صالة العرض لنشاهد جزء من فيلم مبروك وبولبل مبروك انت يا مبروك انت يا ربك يا سوشو ده المجلد أجنب الواجد يا مبروك فلوس علي مبروك يا مبروك فلوس يا مبروك مبروك ايه يا مبروك انت عايزة ازاك يا مبروك وانت مار الناس تقول الله هيتسلمك وش هقوك طبين في الفتاحه لا بقاني نطفح الدن في الأرض عاشر سنين ويجي في الآخر لاح بالده يا خدها اخدنا بس يا حليب ايه روحية راح تشور ايه طب لو عزت اي حاجة عن جوايا باش سريح ايه ترجمة نانسي قنقر 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 طوحين طوحين ارحل يا اخي سعادك وفي ايه لا شده شده يا اخي وخلصني هو ايه اللي شده ما تحطين البساء دايما ينزل القلب وخلصون صوفين دي ولا حطوني ايه اللي بتحمي تطلقي يا اخي ايه اللي بتحمي ياولي هذي تاسع ولادة ليك يقول مين دا؟ روحي مينان يا اخي يا بماني بركاتك يا مجروف جوفنا الاعزاء جوف تاكسي السهرة نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بالمشاهد اللي عرضناها من الفيلم العربي مبروك وبلبل وفي نهاية الاحداث بنشوف انه مبروك وبلبل استطاعوا ان هم يتغلبوا على كل المشاكل والصعوبات اللي وجهتهم سواء من الاهل والاقارب او من المجتمع لانه زي ما بيقولوا دائما ان الحب يصنع المستحيل اشتركوا في القناة